اشتركوا في القناة ادل المدرب الاطالي القدير ساسي كوزمي بتصريحة تعليقا على لقاء ميلان ضد فروس النوني الاخير كوزمي كان واضح حين قال ان اللقاء بوجود بناصر شيء وبغيابه شيء مختلف تماما حيث اضاف ان ميلان ولغاية الدقيقة السبعين لم يكن يفعل شيء والتحكم لم يكن بيده لكن ومع دخول بناصر تغير كل شيء التقني الايطالي قال ان بناصر منح التوازن لخط وسط ميلان واعاد الفريق للواجهة واعاده ليلعب كرة جميلة وبالتالي تسجيل هدفي الفوز في الاخير وهو امر لم يكن ليحدث لو لا تواجد لاعب الخضر فوق ارضية الميدان صحافة ميلان بدورها لم تتردد في القول ان بناصر هو السفقة الجديدة للنادي في الميركات الشتوي السفقة التي يمكن ان تغير كل شيء الامر مطروك الان لبناصر وما سيقدمه في قمة نابولي المقبلة والذي من المتوقع ان يكون اللقاء الاول له كاساسي منذ العودة من الكان والشفاء من الاصابة اعدت صحيفة لغازيتا ديلو سبور اليوم الاربعاء تقريرا عن عودة بناصر وتأثيرها على طريقة اللعب لكن خاصة تأثيرها على وضع الجزائر الاخر ياسين عدلي لغازيتا ديلو سبور قالت ان طريقة لعب بناصر تختلف تماما عن طريقة لعب عدلي لدرجة انهما يمكن ان يكون لاعبين متكاملين لتضيف انهما سيلعبان معا حقا وسينهيان الموسم كاساسيين فمع غياب كل الحلول على الدكة لم يعد لبيولي سوى بناصر وعدلي للعب في الوسط الدفاعي على الورق هما لاعبين في نفس المركز لكن على ارضية الميدان يمكن ان يلعبا مع بعض البداية ستكون بلقاء نابولي الذي سيقام نهاية الاسبوع المقبلة على العموم الامر ليس اكيد لان بيولي لا يثق كثيرا في عدلي لكن في حال صح ذلك وتحول عدلي للاعب اساسي وايضا مع ابناصر الامر سيكون في صالحه وسيكون في صالح المنتخب ايضا لان مارس المقبل هو الموعد المرتقب لتواجد عدلي مع الخضر قبل اللقاء ايكمار والذي اقيم الصحرة اليوم ادل مدر فينورد ارنيسلو بتصريحات اعلامية تصريحات انتقد فيها بصورة واضحة مستوية الدول الجزائر رمز زروقي فحين سئل عن مستوى الفريق في اللقاء الماضي قال انه كان من دون ابداع في الوسط مضيفا ان زروقي وان كان لاعبا جيد الا انه يفتقد لللمسة الفنية وهو ما اثر كثيرا على مستوى الفريق مدر فينورد قارن بين زروقي وزميله ستينغس وقال ان هذا الاخير احسن من زروقي في الجانب الابداعي ويمكن ان يجد الحلول احسن وبسهولة وهو يفكر في اشراكه لتغيير مستوى الوسط في اشارة واضحة الى ان زروقي لن يلعب اللقاء اليوم في انتظار ما اذا كان مدرب فينورد قد نفذ تهديده ام لا في تحول مفاجئ جدا قالت تقارير صحفية فرنسية ان لاعب الخضر يوسف عطان لن يغادر ناديه نيس وسيبقى معه لنهاية الموسم بالرغم من كل الاحاديث سواء من المدرب او المدير الرياضي بالشأن رغبتهم في رحيله المفاجأة ليست هنا وفقط المفاجأة الاكبر ان اللاعب هو من يصر على البقاء واشرت في عدد سابق لان ادارة ترابزون سبور تخلت عن عطال وقررت التعاقد مع ظاهير بوليسيا دورتمود توماموني الحقيقة ان ترابزون سبور لم يتخلوا عن عطال بل عطال هو من رفض الانتقال اليهم المصدر الفرنسي قال ان ادارة نيس تلقت عرضا من ترابزون وافقت عليه لكن اللاعب ابلغهم بانه يرفض العرض بالرغم من انه كان جيد ادارة نيس قررت الاجتماع بعطال لكن الاجتماع كان مفاجئا اكثر واكثر لهم لاعب الخضر لم يبلغهم فقط انه يرفض الرحيل لكن ابلغهم انهم ان ارادوا التخلص منه عليهم دفع الاموال لاعب الخضر وبحسب الصحافة الفرنسية يريد رواتبه المتبقية من عقده العالم عنيس وان لم يدفع هو مستعد للبقاء بدون لعب لست اشعر يوسف على ما يبدو يريد لي الذراع ادارة ناديه تصرف عطال ووكل اعماله وبحسب اجماع الكل يعتبر انتقام من ادارة نيس التي ترغب في بيعه مهما كلفها الامر لكن قبل ان يفكر عطال في الانتقام من ناديه عليه ان يعلم ان الامر ربما يكون انتقاما من نفسه اكثر لاعب الخضر لن يلعب حتى نهاية الموسم وبقاءه ربما لن يكون في صالح ناديه فعلا لكن بكل تأكيد لن يكون في صالحه اكثر واكثر في خوار مع موقع جول العالمي بنسخته الانجليزية سئل هاربي بارنز لاعب منتخب انجلترا ونادي نيو كاسل بعض الاسئلة السريعة حيث طلد منه العصول على شيء من كل لاعب فاختار قدم آلان شيرر اليمنى قدم غارف تيل اليسرى سرعة ادمات راوري قوة ديدي دروكبال البدنية وايضا ذكاء كيفين دي بروين لكن بخصوص المهارة اختار مهارة رياض محرز هاربي بارنز هو ابن نادي ليستر سيتي وقد جاور محرز في عدة مناسبات خاصة في العام الماضي او في العام الاخير لرياض مع ليستر وبدون شك يكون قد شاهد رياض وشاهد فنياته واضهل بها لدرجة انه اختاره بين كل لاعب العالم قاد لاعب الخضر امين غويري نادي هيران لفوز كبير جدا في كأس فرنسا امس على حساب سوشو بسوداسية كاملة من دون مقابل هدفين نصيب الجزائري كان منها ثنائية جميلة منها هدف اكثر من رائع من تزديد بعيد جدا غويري الذي عانى كثيرا سابقا من الاصابة والابتعاد عن التهديف عاد بقوة كبيرة وهو ما جلب له ثناء كبيرا من الصحافة الفرنسية اليوم الاعلام الفرنسي نصب غويري رجلا للقاء كما اثنى على قتاليته واكد ان لقاء سوشو ربما يكون لقاء العودة فرغم انه لقاء سهل على الورق ضد فريق من القسم الثاني الا انه لقاء جيد على الصعيد المعنوي وربما يعد غويري للفورما التي كانت معروفة عليه وكل ذلك سيظهر في الدور وفي اللقاءة المقبلة الاهم بالنسبة لمدر بران جوليان استيفان هو عودة غويري للتهديف الجزائري مهاجم ووظيفته التسجيل وهي الوظيفة التي لم يؤدها بشكل جيد منذ بداية الموسم انصار المنتخب يتمنون عودته ايضا بقوة لان ذلك سيعود بالفائدة على الخضر الذي يعانون في مراكز الهجوم وصل لاعب الخضر او المنتخب المحلي سابقا احمد قندوسي تألقه الكبير وقاد فريقه السيراميكا كليو باترا للفوز على عساب نادي الاتحاد بهدف واحد من دون رد ليقوده لتأهل تاريخي لنهاء كأس مصر التألق الكبير لقندوسي جعل ادارة الاهل المصري تفكر ماليا في استعادته ومع مستوياته الحالية سيعود بكل تأكيد ليس هذا وفقط سيكون له دور كبير ايضا ما يعزز عودة قندوسي لناديه ليس فقط مستوياته لكن ارقامه ايضا قندوسي ومنذ اتقاله لسيراميكا كليو باترا لعب 11 لقام سجل فيها ثمان اهداف كاملة بواقع خمسة في الدور هدفين في الكأس وهدف في كأس السوبر اضافة الى ذلك قدم اربع تمريرات حاسمة اي انه اسهم في 12 هدفا في 11 لقاء فقط وهي ارقام كبيرة جدا الارقام التي سجلها وسيسجلها احمد قندوسي لن تساعده فقط على العودة للاهل وضمان مكان فيه لكن ايضا الطمع في فرصة على الاقل مع المنتخب فمع العهد الجديد للمنتخب بداية من مارس المقبل الكثير من اللاعبين قد يحصلون على فرص وليس احسن من قندوسي لمنحيه هذه الفرصة علّه يقدم مستوى كبير ويضمن مكانا على الاقل ضمن المجموعة كشفت صحيفة كيكر الالمانية اليوم عن قائمة المنافسين هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهب الاوروبي القائمة المعلن عنها تصدرها النجم الانجليزي هاريكين بـ 48 نقطة متفوقا على نجم باريسان جرما كيليان بامبيب الذي تمكن من جمع 40 نقطة ولوطارو مارتيناز نجم انتر بـ 38 نقطة لكن وفي مفاجأة صار جدا ضمت القائمة اسما جزائريا متألقا بقوة في اوروبا هذا الموسم المعنى هو لاعب الخضر وندي سانجيل واس محمد الامين عمورة عمورة تمكن لغاية الان من جمع 25.5 نقطة محتل بذلك المركز العشرين ورغم انه بعيد نوعا ما الا ان مجرد تواجده بين الكبار وقدرته على المنافسة يعتبر امر اكثر من ايجابي عمورة قادر على تسلق الترتيب اكثر ولملع دخول العشر الاوائل في نهاية الموسم خاصة في حال واصل التسجيل في كل اسبوع ورغم انه يحتل الصفة العشرين في ترتيب الحذاء الذهبي الا ان عمورة يحتل فعليا المركز الحادي عشر حيث سجل 17 هدف ولم يتفوق عليه في هذا الجانب الا عشر لاعبين عمورة لم يحتل فقط المركز الحادي عشر في اوروبا لكنه احتل الصفة الاول عربيا وافريقيا حيث تساوى مع الغيني جويراسي ب17 هدفا ومتفوقا على البقية بمن فيهم محمد صلاح اما بخصوص الترتيب العربي فان الامر مفروق منه عمورة يحتل الصدارة لان اللاعبين العرب اصلا غير متواجدين بكثرة في الترتيب عد صلاح قد يتساءل البعض لماذا يحتل عمورة الصفة العشرين في الترتيب بالرغم من انه سجل 17 هدفا وهو رصيد مبدئي يسمع له بالتقدم عشر مراكز كاملة حتى جويراسي لاعب شتودغارت الذي سجل نفس عدد اهدافه يحتل الصفة الخامس الحقيقة ان الاتحاد الاوروبي يستعمل شيئا اسمه المعامل فالدورية الخمس الكبرى تمنع تمنح الهدافين فيها المعامل اثنان يعني كل من سجل عشرة اهداف لديه مبدئيا 20 نقطة في الدورية المتوسطة ومنها البلجيكي المعامل 1.5 اي من سجل عشر اهداف لديه رصيد 15 نقطة رغم انه سجل نفس الاهداف مع لاعب في دور كبير هناك دورية اخرى ضعيفة المعامل فيها واحد من سجل عشر اهداف لديه رصيد عشر نقاط بعد ان كان الامر مشكوكا فيه تأكد غياب الدولي الجزائري سعيد بالرحمة علق فريقه الليون والذي جرى صهرة اليوم وجمعه بنادي ليل ضمن كأس افريق كأس عفو فرنسا الصحف الفرنسي قالت نبدئيا ان ادارة ليون لم تحصل على تأهيل اللاعب من الرابطة لكن صحيفة وست فرونس قالت ان الامر غير صحيح بالرحمة تم تأهيله فعلا لكن لم يشارك لسبب اخر وست فرونس قالت ان بالرحمة غاب بسبب العقوبة حيث تعرض للطرد ضمن كأس انجلترا قبل اسبوعين وما زالت العقوبة تتبعه حتى وهو في فرنسا سعيد وبحسب نفس المصادر سيكون حاضر وبشكل رسمي في اللقاء التالي والذي سيجمعه ناديه بنادي مونفلي يوم الاحد في الدور الفرنسي الليجة على امل ان تكون بدايته قوية انتشرت كثير من الاخبار من محيط ادارة الشباب السعودي انها نجحت في اتمام صفقة الدولي الجزائري بغداد بنجاح حتى ان كثير من الصحفين المقربين من النادي اعلنوا نجاح الصفقة لكن وفي خضم كل تلك الاخبار صدرت اخبار رسمية من النادي ان الصفقة فشلت لكن مع بعض التفاصيل الكثير جدا ادارة الشباب كانت قد نجحت سهرة الثلاثة الى الاربعاء في اداء ست اشهر من رواتب اللاعب لدى الرابط السعودية وكانت تظن انها ستقوم بضمه رسميا لكن الرابط السعودية قالت ان الصفقة لن تتم وابلغت ادارة السد وحتى اللاعب بذلك والسبب انها طلبت رواتب بنجاح لعام ونصف وهو ما لم تنجح ادارة الشباب في تقديمه شرحت في عدد سابق مشكلة الرواتب وما الى ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في اعداد سابقة الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي ان شاء الله غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة